الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حيا الله إخواني وأخواتي وأسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم ويتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل نحن في الحلقة الرابعة عشرة من هذه الهمسات همسات السحر أيها الإخوة لا أزال أذكركم بأن تحفظوا صيامكم وأن ترعوا حق هذا الصيام إياكم أن يضيع نهار الواحد منكم في الجوع فقط وإياكم أن يضيع ليل الواحد أو الواحدة منكم في السهر والتعب فقط احذروا أن يحرم الواحد منا أجر صيامه وأجر تعبه أخلصوا لله أيها الإخوة صفوا قلوبكم ونقوا صيامكم واحفظوه عن كل ما يعيبه ويشينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر وهذا الحديث كما قال الحافظ العراقي إسناده حسن وقال الهيثمي رجاله موثقون وصححه السيوط والألبان في صحيح الجامع هذا الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش قال فيه الإمام الغزالي رحمه الله قيل هو الذي يفطر على حرام أو من يفطر على لحوم الناس بالغيبة أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام هذا الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام كأنه ما صام وكأنه ما قام هذا الذي لا صام ولا أفطر إنما جوع نفسه وأتعب نفسه بلا فائدة ولا طائل فنسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخسران فيا أيها الإخوة احفظوا صيامكم عن كل ما يشينه ويضره ويؤذيه واحذروا كما أقول لكم كل مرة احذروا لصوص رمضان فإنهم يسرقون من الطاعات بالشهوات ويسرقون التلاوات والختمات بالمعاصي والأفلام والمسلسلات وقال الله شرهم ونحن على موعد مع خبر جديد الليلة من أخبار الصائمين وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان سيد في زمانه من أهل القرآن الإمام القدوة الحافظ عالم البصرة الذي حفظ لسانه وضبط أركانه عبد الله بن عون عن خارجة بن مصعب قال صحبت عبد الله بن عون أربعا وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة يا والله يا أخواننا الواحد أحيانا بيقرأ الخبر من هذه الأخبار يصاب بالذهول شوف بيقول إيه ما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة وبيقول صحبته يعني صحبة ملازمة قال الإمام الزهبي كان ابن عون عديما نظير في وقته زهدًا وصلاحة وقال ابن المبارك ما رأيت مصليًا مثل ابن عون وما رأيت أحدًا ممن ذكر لي إلا كان إذا رأيته دون ما ذكر لي إلا ابن عون وحيوة ابن شريح عبد الله بن مبارك بيقول أنا ما شفتش حد والناس يذكروه بالفضل والثناء إلا ولما شوفوا لي أقل شوية من اللي الناس ألت عليه إلا هذان الرجلان أو إلا هذين الرجلين عبد الله بن عون وحيوة ابن شريح وقال بكار بن محمد كان ابن عون يصوم يوماً ويفطر يوماً وقال الأوزاعي إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس يا سلام شوف إذا مات ابن عون والثوري الناس كلهم خلاص بقى كلهم واحد وقال لو خيرت لهذه الأمة من ينظر لها ما اخترت إلا الثورية وابن عون هذا ابن عون صام فحفظ صيامه والصيام بالنسباله ما كانش شهر رمضان أو ما كانش نهار رمضان ديام ناس مش قادرة تحفظ جوارحها حتى في نهار رمضان نفسه أعدي سل صيامه أو يسله يضيعه يمزقه يدمره بمشاهدة الحرام وسماع الأغاني حتى في نهار رمضان أنا أتعجب أتعجب إلى هذه المرأة المتبرجة التي لا ترتدي الحجاب حتى في نهار رمضان وأتعجب أيضاً هذه المتبرجة التي لا تتحجب إلا إذا دخل رمضان وهي صايمة فإذا انصرف رمضان عادت عادت كما كانت وشراً مما كانت لأن الواحد والعياذ بالله العاصي بيحس أن رمضان دي عبارة عن سجن أنه مسجون جواه شوف ابن عون اللي مش معاه 24 سنة بيقول ما علمت أن الملائكة تكاتبت عليه خطيئة فاجتهدوا يا أيها الإخوة اجتهدوا أيها المجتهد هذا ربيع جدك أيها الطالب هذه أوقات رفدك تيقظ أيها الغافل من سنة البطالة تحفظ أيها الجاهل من شبه الضلالة اغتنم سلامتك في قبرك قبل انقراض مدتك وعزم عدتك وإزماع فوتك وانقطاع صوتك وعثور قدمك وظهور ندمك فإن العمر ساعات تذهب وأوقات تنهب وكلها معدودة عليك والموت يدنو كل لحظة إليك قال السري السقطي ورمضان وشعبان وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها يا هذا لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وأنت كلما خرجت من ذنوب دخلت في أخرى يا قليل الصفا إلى كم هذا الكدر يا قليل الصفا إلى كم هذا الكدر أنت في رمضان كم كنت في سفر أما تنفعك العبر أصم السمع أم غشي البصر أنا الرحيل وأنت على خطر ودن السفر وأنت تأمن الغير وعند الممات يأتيك الخبر فقل بلسان الخوف والحذر ولسان الاستغفار والندم على كل ما بدى وبدر قل أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزين على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء وعصيت سرا فما للآن لا أبد النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم فلم أرعى الشبيبات والمشيبا أنا العبد الغريب بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت التمس الطبيب أنا العبد المخلف عن أناس حوى من كل معروف النصيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فارفعوا عني الخطوبة أنا العبد الفقير مددت كافي إليكم فارفعوا عني الخطوبة أنا الغدار كما هدت أهدان وكنت على الوفاء به كذوبة أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب جيبا إخوتاه اعلموا أنه لا إله إلا الله فلا تدعوا سواه ولا ترجو إلا رحماه فالفائز من توسل إليه ودعاه والسعيد من أناب إليه ورجاه وقعوا واسمعوا قول الله وقال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون نسأل الله أن يكشف ما بنا من ضر وأن يجعلنا من الذين إذا كشف عنهم الضر آمنوا بالله ولم يكفروا بنعمه ولم يجحدوا فضله وإنعامه سبحانه وتعالى طاب سحركم وطاب سحوركم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة